اوكي ازاياكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد ايفون سرتين العادي اللي قبل اعلنت عنه من كام يوم هل في اوبجريد كبير يستدعي انك تشتريه او انك تحدث من التولف للسرتين خلينا في الفيديو ده نعرف ايه الجديد في الايفون سرتين وايه الفرق بينه وبين الايفون توالف بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش لايك شير سبسكرايب يلا بينا بصوا جماعة خلينا في الاول كده نعرف الحاجات اللي شبه بعض في الموبايلين وانا مش هطول عليكم وابرز الحاجات دي طبعا هو التصميم في فرقات بسيطة في التصميم زي النوتش الاصغر وتغيير شكل الكاميرا ولكن بشكل عام الموبايلين نفس التصميم بالزبط كمان الموبايلين بيدعموا الفايف جي وبيدعموا السراميك شيلد اللي بتقلي الموبايل اقوى وكمان بيدعموا نفس الريتنج بتاع مقاومة الميا والغبار وبالنسبة بقى للفرقات فاحنا عندنا هنا في الايفون سرتين معالج جديد وهو الـ A15 بيونك شبه المفروض ان المعالج ده اقوى من الـ A14 الموجود في الايفون 12 المعالج ده اداءه اكيد هيكون افضل ولكن مش بفرق كبير يعني واستحالي يكون الفرق ده محسوس في الوقت الحالي ولكن اكيد المعالج الاحدث هيكون افضل وهيكون محصن ضد المستقبل شكل اكبر وعارفين المعالج ده بيفيد في ايه كمان؟ بيفيد في معالجة الصور والفيديوهات وده ياخدنا للاختلاف التاني او الفرق التاني بين الموبايلين وهو الكاميرات طبعا الكاميرات في الموبايلين ممتازة جدا ولكن فيه هنا تفاوق واضح للاي فون ستين وخليني اشرح لكم ازاي اول حاجة عندك سنسور اكبر للكاميرا وده معناه ان فيه نور اكتر هيدخل للكاميرا وتفاصيل احسن ونيز اقل واكيد ديناميك رينج افضل كمان عندك اسلوب المعالجة بقى محسن وبقى موجود السمارت اتش دي ار الجيل الرابع بدل من الجيل التالت الموجود في الايفون 12 وبقى عندك تقنية السنسور شيفت واللي بتديك ثبات عالي جدا في الصور والفيديوهات وهي نفس التقنية الموجودة في الايفون 12 برو ماكس عندك كمان ميزة جديدة موجودة في الايفون ستين هي قبل بتسميها فوتوغرافيك استايل والمفروض ان الميزة دي بتغير لك طريقة المعالجة اللي الموبايل بيعملها يعني هي مش مجرد فلتر وخلاص بتحطها على الصورة لا هي بتغير لك طريقة المعالجة كلها يعني مثلا بتخلي لك الصورة ميلة مثلا انها تكون كولر او مثلا ورمر طبعا التقنية دي بتفيدك لو انت مش عجبك طريقة معالجة الايفون ولكن طبعا طريقة معالجة الايفون احترافية جدا والالوان فيها مظبوطة جدا كمان في حاجة مهمة جدا ناس كتير ما ذكرتهاش وقبل نفسها ما قالتهاش ان السنسور في الايفون 16 بقى دلوقتي اكبر بقى تقريبا قد حجم السنسور الموجود في الايفون 12 برو ماكس وبسبب كده في تقنية النايت مود الموجودة حاليا في الايفون 16 دلوقتي بقت محسنة اكتر وبقت هتديك نفس النتائج بعدد وقت ثواني اقل في الطايمر بتاع النايت مود في الفيديو بقى عندك مستين موجودين في الايفون 16 ومش موجودين في الايفون 12 أول ميزة منهم أن الآيفون 16 دلوقتي بيقدر يصور فيديو دولبي فجن HDR لحد 60 فريم في الثانية في الآيفون 12 كان 30 فريم بس الآيفون 12 برو هو اللي كان 60 فريم دلوقتي الميزة دي اتنقلت للآيفون 13 العادي هو يعني بصراحة أنا مش عارف قبل ليه ما حطتهاش في الآيفون 12 العادي ولكن هي بيت موجودة حالياً في الآيفون 13 العادي والميزة التانية بقى في تصوير الفيديو الموجودة في الآيفون 16 ومش موجودة في الآيفون 12 هي طبعا ميزة السينماتيك مود او الميزة اللي بتخليك تعمل وضع البرتري أثناء تصوير الفيديو وطبعا زي ما شفنا في المؤتمر فالفيديوهات كانت احترافية جدا ومش باينة انها متصورة بموبايل وممكن كمان نقول ان التثبيت البصري في الفيديو هيكون أحسن بسبب تقنية السنسور شيفت زي ما قلنا في تحديث كمان في شاشة الايفون 13 وهو ان دلوقتي الشاشة بتاعت الايفون 13 بقت الاضاء بتاعتها 800 نتس بدل من 625 نتس في الايفون 12 معرفش ليه 625 نتس بالزبط ولكن شاشة الايفون 12 الاضاءة بتاعتها 625 نتس هي الشاشة بتزيد ل 1200 نتس في الموبايلين مع الفيديوهات اله دي ار ولكن طبعا الموضوع ده هيكون مفيد بشكل عام تحت اشعة الشمس المباشرة كمان دلوقتي عندنا بطارية محسنة بطارية الايفون 13 المفروض انها دلوقتي بتقدر تعد ساعتين تقريبا اكتر من الايفون 12 وكمان في الميني تقريبا بتعد ساعة ونص اكتر من ال 12 ميني كمان المساحة في الايفون 13 بتبدأ من 128 جيجا لحد 512 جيجا ودي حاجة كويسة جدا وبس كده يا جماعة دول كانوا الفرقات اللي بين الموبايلين بس شايفين ان الايفون 13 يستاهل؟ خلينا نتكلم عن الموضوع ده في فيديو منفصل وبس كده يا جماعة حد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم ما تنسوش لايك شير سبسكرايب سلام